طيب النهاردة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ومعه مجموعة من نواب محافظة برسعيد داخل المجلس قدموا مبادرة هي جديدة من نوعها هي جديدة من نوعها لأنها تصدر من المجلس لكن اعتقد انها مش جديدة على مسار الافكار والمبادرات اللي طلعة من سنة كالفين وكامل المذبحة بتاعة برسعيد اللي حصلت يوم 1 فبراير 2012 على ما اعتقد سنة بعد ثورة يناير فكان طبعا حركة مذبحة سنة برسعيد عقب مباراة الاهلي والنادي المصري البرسعيدي ولا اصفرت عن 74 شهيد وتوقفت الكرة القدم والرياضة المصرية بعدها ومنعت عودة الجماهير مش دا المهم هو الاهم انه حاصل حالة من الاحتقان طول الوقت طول الوقت ما بين الدولة المصرية وما بين برسعيد دا في اتجاه وفي حالة احتقان كمان ما بين الاهلي والمصري دا في اتجاه وحالة احتقان كمان ما بين اسر الشهداء وبرسعيد وخصوصا طبعا اهالي الجناء او المتهمين او المدنين بحكم المحكمة انا طبعا مش عايز اقول الكلام يزعل حد انا بكلم هنا عن المصطلحات القانونية المستخدمة في القصة والموضوع طال الموضوع طال وزاد عن حده لهذا اتت المبادرة النهاردة وانتوا عارفين سليمان واهدان وكيل مجلس النواب برسعيدي من محافظة برسعيد ومعظم نواب المحافظة تضمنوا معه في هذه المبادرة وقالوا ان احنا رجال الدين سواء الاسلامي او المسيحي بعليهم دور ان هم يروحوا الاسر الشهداء يقولونهم ان العفو عند المقدرة وانه الشهيد يعني ربنا هو اللي بيجازي به وانه القصة لها علاقة بالحساب عند ربنا وانه القانون يسير وان العدل ياخد مجرى لكن في النهاية لازم القلوب تصفى وكذا القصة الحقيقة لها علاقة برضو بمسألة العدل انا ده قلاص بقى همها كلام هم كلز انا دي كلمتي اللي انا بقفل بها الكلام القصة لها علاقة بالعدل احنا مشكلتنا في مصر احنا مشكلتنا في مصر اه وانا لسه اتكلمت الكلام في مصر مشكلته انه بيمشي به العربي العادات العربي وكلام من ده ودخول بعض الناس ما لهمش لازمة وتصريحات من ده والنشطاء والوسطاء واللي بيسخنوا واللي بيولعوا واللي كذا في كل دول العالم في كل دول العالم بتحدث مجازر وبتحدث حوادث وبتحدث المصائب مش عارف في التسعينات بين كان فيها وقعة فظيعة فالمانيا اعتقد او حاج كده لما جمهور ايه داخل على جمهور ايه مية وخمسين قتل وحاجة مصيبة ما عرفناش ما سمعناش بقى ان في مدينة مقطعة مدينة وفي مدينة مضطهدة بسبب كذا ومفيش مش عارف مقاطعا خذا تاك القانون العدل المحكمة القصاص قضية الامر وخلصة القصة لكن احنا عندنا نعيد ونزيد ونفت ونكتر العدل يا سادة اللي هو اساس الملك واساس الحياة ارسوه كل النفوس تهدأ كل النفوس تهدأ ومن بقاش محتاجين بقى الشيخ روحه واساسه سيجه وحاجات من دي اشتركوا في القناة